موسيقى مشاهدي أستاذ في الطب في كل مكان تحية طيبة مني لكم أنا عبد الفتاح من الطبيعي أن السيدة الحامل بتكون سعيدة وأكثر سعادة بالتجربة اللي بتعشها لما بتجد أجوبة على كل سؤال بيشغل بالها في هذه المرحلة وطبعاً بتكون سعيدة أكثر بالتجربة اللي بتعشها لما بتلاقي أن الجنين بيتجاوب معها في كل حاجة طيب في أسئلة كتيرة طبعاً بتشغل بال السيدة الحامل وبتخطر في بالها وقد تكون هذه الأسئلة دقيقة وتجهلها سيدتي العزيزة الحامل هنا في برنامج أستاذ في الطب هتلاقي كل جواب على كل سؤال عندك تجهلينه معنا النهاردة دكتور محمد عاطف عبد الحفيظ استشاري النساء والولادة والعكم وجراحة المناظير أهلاً وسلم حضرتك الفندم نورنا النهاردة وأنا سعيدة بوجود حضرتك معي ربنا بارك في حضرتك الفندم حضرتك قبل البرنامج قلتلي أن السيدة الحامل بتمر بمراحل والمراحل دية عندكم في الطب خصصتوها أو جعلتوها سلاسة مراحل عايزنا نتكلم بقى عن كل مرحلة ومخاطر كل مرحلة ونظام الغذائي لكل مرحلة فلما نتكلم عن المرحلة الأولى وبتكون من إمتى لإمتى؟ تمام بسم الله الرحمن الرحيم بصي حضرتك هو المرحلة الأولى دي اللي هي بتتلخص من بداية ظهور نتيجة إيجابية في اختبار حمل وده نقدر نقول مثلا ممكن يحصل من 28 يوم بعد اتأخر الدورة عن أول معادلها يعني نفترض ندرب مثلا مثلا أن الدورة جات يوم 10-9 الشهر اللي فات يبقى إحنا من يوم 10-10 الدورة اتأخرت يوم 2 نبدأ ندور نعمل اختبارة الحمل قبل كده مش وقاع شوي البنات الصغيرة اللي هما البنات اللي لسه متجاوزين الشباب الصغيرين بيبقوا دايماً مستعجلين شوي فممكن تلاقي إن الدورة مثلا هي عارفة إنها ما بتجلهاش كل 30 يوم بتجلهها كل 28 أو 25 يوم فتلاقيها مثلا بتفكر إنها تدور على خلفها وحامل وإنها حامل أو مش حامل لو افترضنا مثلا إحنا قلنا 10-9 آخر معادل الدورة تلاقيها مثلا من 1-10 بتتبدأ تدور ويطلع الاختبار سالب مش موجب وممكن تبقى حامل وهي لسه مش عارفة فدايماً البداية الحدوث للحمل يعني دايماً ندور عليه من تأخر آخر يوم يعني أول يوم فآخر دورة يعني هو مش بيزهر مبدئين في الأول وارد إنه يبقى فيه شوية نسبة تأخر فالأفضل دايماً يبقى خلانا دايماً في الأمان المعادل الأخير نحسب عليه هو آخر معادة هو ده المعادل اللي نفكر إنها تأخرت ولا ما تأخرتش حتى لو متعودة إنها بتنزلك كل 20 يوم أو 25 يوم أو 28 يوم تمام؟ دي المرحلة الأولانية اللي هي بداية المرحلة الأولانية اللي هي بداية حدوث الحمل اللي هو الشهر الأولاني حددتك قلت اللي هو 13 أسبوع صح كده؟ اللي هو من إغاية 13 أسبوع من زيره ل 13 أسبوع بالضبط كان مرحلة التانية المرحلة التانية دي بقى اللي هي بداية الشهر الرابع دي بداية التخليق الأجزاء الجنين اللي جوه تبدأ تكتمل تكتمل في الوظيفة تنمو في الوظيفة لغاية لما تبدأ تحصل يحدث لها طور النمو والتخليق الكامل ده الجزء من الأجزاء اللي جوه أعضاء الجسم يعني مرحلة تانية طب نهاية المرحلة التانية بداية من 13 أسبوع أو 14 أسبوع 27 أسبوع اللي هو بداية الشهر السابعة طيب ده الجانين بيكتمل بقى في المرحلة دي بيكتمل بنسبة نقدر نقول 90% بيفضل جزء بسيط من أجزاء الجسم من أعضاء الجسم طبعا هو مش بسيط بس هو يعتبر بسيط بالنسبة لبداية للتخليق كله اللي هو الجزء اللي ليه علاقة باللكلة والجزء اللي ليه علاقة بالرقة والاتنين دول بيتأخروا شوية في النمو والاكتمال وبيظهروا من الشهر السابع للشهر التاسع اللي هي المرحلة التالتة من الحمل اللي هي 27 أسبوع لغاية لـ 40 أسبوع 40 أسبوع ده اللي هو تمام اكتمال الحمل تماما اللي هو اكتمال التسعة شهور كلهم ده أنا كده هتخليني أدخل في حاجات كتير قوي زي اللي هو لو السيدة مثلا لقيا ان اكتمال الحمل ممكن يتعبها فممكن هنا تجهد نفسها ويحصل عملية ده بيرجع بقى للمشكلة الطبية اللي هتتعبها احنا عندنا منقسم الموضوع اللي احنا نخش في قصة ان احنا نجهد السيدة الحامل لجزء من الجزئين الجزء الأولين اللي هو يتعرض مع حياتها يعني يتعرض مع حياتها يعني واحدة مثلا حصلها حمل وبعد عدوس الحمل وده غالبا بيظهر أكتر من بداية الشهر الرابع يبدأ يظهر لها فشل في وظائف الجسم وظائف الجسم اللي هي علاقة بالقلب بالكبد بالكلة دي وظائف حيوية الانسان معرفش يعيش من غيرها مش عندنا شوية أعراض جانبية مثلا بترجع على طول دايخة على طول أناميتها قليلة من عايزة برضه هتكلم هل يعني علامات الحمل أو دي بتظهر عند كل السيدات؟ لا مش لازم احنا عندنا الشهر الأولاني ده مش بيشترط فيه إن السيدة الحمل لازم ترجع مفيش الكلام ده ده مش شرط مش شرط خالص القيء أو الغسيان اللي هو القرفة والترجيع يعني اللي اتنين دون مش مرتبطين 100% بظهور الحمل كويس كده ومش معناها إن الحمل بتاعها سليم معافة 100% بس الحقيقة بقى فيه معلومة طبية ودي اتسبناها بالخبرة إن السيدة الحمل اللي بتشتكي من ترجيع فترة الحمل في الأول ده الغالب بنسبة 100% ويمكن 150% كمان إن حملها ماشي سليم يعني يه المقصود بحملها ماشي سليم في حمل ضعيف هو الأول أول 3 شهور دول هي الفترة اللي ممكن يحصل فيها الإجهاض كويس كده بداية ظهور الحمل بيحصل ظهور لكيس الحمل المرحلة الأولانية هي مجرد تجميع دم بس ودي بتبقى قبل 35 يوم من الحمل من 35 يوم لغاية 45 يوم هي ظهور الكيس كيس الحمل اللي هو الكيس اللي فيه الجنين وبعد كده ظهور الجنين جوا الكيس ومعه نبض ظهور نبض جواه والنبض ده معناها انتظام في ضربات القلب اللي هي معناها انتظام في الأوردة والشرائين الدموية اللي ماشي للجنين بياخد الغزاء سليم يعني ما فيش إعاقة بين الحمل الرحم والجنين الوصلة اللي بينهم ماشية كويس كويس كده الفترة دي لما بيظهر قئ مستمر أو قئ وخلاص وإحساس بالغثيان مستمر ده بيبقى راجع أصلاً لهرمون الحملة أساساً في الجسم عالي نسبته عالية فبيبدأ يأثر على وظيفة الجهاز الهضمي اللي هي المعدة فبيبدأ يعمل حاجة زي ارتجاع في المعدة وبيعمل التهاب ونشاط مفرط للهرمون اللي ليه علاقة بالهضم داخل المعدة فبيخلي الست عايزة ترجع على طول لما بتظهر العلامة دي الستات رابطنها بقى بأن حملها ماشي كويس لأن فيه ستات كتير جداً لما بترجعش تبقى خايفة جداً تقولك ده أنا حملة كده ده أنا كده هسقط هو الحقيقة العلمية فعلياً صح هي مش هتسقط ولا حاجة بس هرمون الحملة فعلاً مش عالي قوي في الدم لدرجة أنه مؤثر على الجهاز الهضمي ودي من ضمن العراض الجانبية طب فيه أعراض بتبقى يعني أكثر شيوعاً بتعرفها كل سيدة حامل طبعاً زي إيه؟ يعني دايماً زهور الدوخة والهامدان على طول دايخة وهمدان حتى الستات قبل ما بيحملوا اختبار الحمل بتحس إنها مهبطة هامدانة على طول مش قادرة تعمل مجهود زي ما يكون دخل عليها دور برد يعني وشوية مغص زي مغص الدورة بالزبط بتنام كتير ما هو الدوخة والهامدان ما هو النوم الكتير للإرهاق العام زي دور البرد معاها شوية لغبطة في معادتها وشوية لغبطة في الرحم عندها في الجزء اللي لي علاقة بالرحم اللي هو أسفل السرة ووجع زي بيجي زي واجع الدورة بيجي على فترات ويروح تبدأ تعرف أو تحس إنها حامل بس ده برضو مش شرط عشان برضو نبقى واضحين يعني ممكن ما تظهرش أي أعراض من دولة وممكن أن تكون السيدة حامل ما نلاقش علاقة خالص بالحمل يبقى عندها شوية نازلة معاوية بالظبط كده أو دور برد جديد نازلة معاوية الدورة هتيجي ما هي أعراض الدورة بالظبط زي بداية ظهور الحمل نفس الأعراض بالظبط دي بتاعت أول ثلاث شهور طب لما أجي أتكلم عن المرحلة الثالثة أنا أتكلمش عنها على فكرة ماشا اللي بيحصل فيها طيب إحنا الأول نتكلم عن المرحلة الثانية الأول لأن الثانية مهمة جدا إحنا قلنا أن الجنين بيتخلق بس فترة التخليق دي بقى مهم فيها اكتمال حاجات كتير حوالين الجنين زي زي المشيمة دي بداية ظهورها بيحصل من الأسبوع إلى 14 اللي هي بداية المرحلة الثانية كويس كده قبل كده ما كانش ببقى فيه مشيمة يعني الثلاثر أسبوع الأول نتكلم إيه هي المشيمة اللي هي بيقوله عليها الناس البلدي بالعامية الخلاص اللي هو الجزء اللي بيغزي الجنين ده اللي بيطلع منه أوردة وشرايين راحة دايركت للبي عن طريق إيه؟ عن طريق الحبل السري الكلام ده بيتكونش في أول ثلاث شهور الكلام ده بيتكون من أول الرابع من أول الرابع ودي مهمة جدا لأن المشيمة دي هي الأم بقى اللي جوه الرحم اللي مسؤولة عن المم بتاع الجنين يا غاية لما يتولد بيتغزى بإيه؟ دم أوعية دموية بتخش جسمه بتغزيه كل الدم اللي خارج من رحم الأم راح للجنين بكل الغزاء اللي فيه بكل الغزاء اللي فيه عشان كده بندي مكملات غزائية في فترة الرابع لم نديش أول ثلاث شهور ليه ما بديش أول ثلاث شهور عشان ما فيش مشيمة أصلا هتوصل للبيبي حاجة عشان كده الحديد والكالسيام والأوميجا والحاجات اللي ليه علاقة بالمكملات الغزائية بنبدأها من أول الرابع لكن مهم للتغزية السليمة من أول شهر طبعا أساسي بس أول ثلاث شهور صعب شوي أنا هرجع الحديد الثاني في المرحلة الثالثة وأهميتها وخطورتها طبعا يعني بس هو إيه؟ لو هنتكلم عن التغزية نفسها قبل ما نتكلم عن المرحلة الثالثة يعني أول ثلاث شهور بيبقى صعب شوية أنك تسترس شوية على التغزية بتاعت الأم صعب شوية لأن زي ما قلت الحضرات الكده هرمون الحمل بيبقى عالي فبيبقى عامل اضطرابات في الجهاز الهرمون لها مش أرفانة تأكل أساسي ومش عايزة تأكل من كل حاجة ودايما بالله الستات بيبعدوا عن الطبيق واللحمة والحاجات المفروض إن هي بتغزية وفعليا خلينا وقعين أول ثلاث شهور ده مش مفيد أول مش مفيد أول للبيبي فإحنا نسيبها براحتها بالظبط كده ده مهم جدا إن إحنا ما نسترسش ما ندسش على ستة الحمل أقول لها لأ لازم نشرب لبن ده بالعافية لا ما فيش كده وطيف لللحمة والفرخ بالعافية بالعافية غلط هترجع هي مش هستفيد حاجة أنا كل اللي يفيدني أول ثلاث شهور الحاجات اللي ليها علاقة بالمضادات للأكسادة والتشوهات اللي هي زي حمض الفوليك مثلا لما بناخده بالبرشام كويس كده ناخده في الثلاث شهور ولا من أول ثلاث شهور من أول ثلاث شهور طبعا لأنه دي الفترة اللي بينمو فيها النمو والعصبي بتاع الجنين الجزء العصبي بتاع الجنين وده مهم فعلا جدا فيه حمض الفوليك كويس الحاجة التانية كمان العصائر والسويل بس مجرد حاجة إحنا عايزين نمشي نعمل معدل سريان للدم كويس من الرحم للجنين هو بيتغزى عن طريق إيه؟ إن هرمون الحمل كويس إن معدل سريان الدم في الجسم في الرحم كويس جدا فالنمو بتاعه بيبقى كويس والنبض شغال كويس وهي دي الخطوة الأساسية بالنسبالك وبالنسبة لأي واحدة حامل في أول ثلاث شهور إن معدل سريان الدم في جسمها هيبقى طبيعي للجنين ليه؟ عشان ما تسقطش عشان ما حصلش إجهاض كويس كده فأنا السويل بالنسبالي اللي هي المية والعصير هي دي الأولويات مش مهم خلص اللبن والبيض والجبنة واللحمة والفراخ والكبدة والسبانك والجرجير بالمناسبة الكبدة من الحاجات الممنوعة أول ثلاث شهور مش ممنوع من عمبتنم بس نسبة الفيتامين A اللي هو فيتامين ألف فيها عالي جدا فده بيعمل تشوهات في الجنين فعشان كده أول ثلاث شهور مهم جدا إن إحنا نقلل منها خالص أي حاجة تانية مش مهمة يعني لافسيخ ولا رنجة هي موته العيل ولا أي حاجة آه عادي عادي ما الكلام ده كله ما بيجرش لأ مالده أنا عايز أتكلم عن الحاجات العراض اللي دايما الحمل بتشوير بقى زي اللي بنقول ساميل بتتوحم ماشا بتروح مثلا تاكل الجبنة القديمة ماشا الحاجات الغريبة زي الرنجة والفسيخ الحاجات دي مش غريبة لها علاقة بالحمل فعلا آه طبعا لها علاقة بالحمل آه طب علاقاتها إيه؟ الهرمون نفسه بتاع الحمل هو اللي بيعمل القصة دي آه بيدي أحاق لخلاها معينة في المخ إن الحاجة دي أنا عايزها بأي طريقة بس طبعا عملوش علاقة بإنه يطلع له وحمى بعد كده عشان مكلتش بطيخ آه عشان بس نبقى واضحين آه طب الحاجات اللي بنشوها في الجنين ما فيش الكلام ده خالص ده هاقص طبي طبعا ده هاقص مانوش دعوة خالص بالحقيقة والواقع هو موضوع أن البيباس أنا كانت بتوحم على خوخه ملقتشه مكانش الموسم بتاعه وتطلع أحيانا حاجات كده على الإيد في أي مكان فبنقولها كان نفسها مش عارفة شكل السماء بس أيوة لا لا مش هكاس مها كده كان نفسها في كده خالص ما فيش الكلام ده كل ده كلام ليه علاقة بالحاجات المتدولة شعبية يعني آه آه إنما قصة الوحم لا هو قصة الوحم بس هو مجرد إحساس غريزي من المخ بيفرز الهرمون معين فبيديك إحاق أن أنت عايز الحاجة دي مهمة وده ليه علاقة برضه بهرمون الحمل بس تبش معني يعني مثلا دايماً بيطلوب حاجات مش موجودة مش الموسم بتاعها لا هو ده دي اللي جواكي ده الباك جراوند بتاعك دي الخلفية أصلاً اللي بيهو مخك أنت بتحب الحاجة دي قوي آه بس أنت ما تعرفيش يعني أنت بتاكل حاجات كتير فمن ضمن الحاجات اللي أنت عايزها هي الحاجة دي عشان كده جات معاك الفترة دي عايزة نفسك في كده أنت وحظك بقى عادي طب برضه يعني أنا برضه بلاحظ أن في ستات بتطلب حاجات غريبة جداً جداً يعني أنا مش عايزة أقول ممكن تطلبوا حاجات ما ينفعش بتاكل أصلاً آه صابون مثلاً مثلاً آه عادي آه عادي ده حقيقي آه هو برضه هي لازم تبقى فاهمة برضه هي من جواها هي بتحب راحة الصابون آه أو هي ستة نظيفة أو في بيتها فبتحب نضافة زينها عن اللزوم آه فبالنسبة لها الصابون ده من الحاجات اللي ريحتها حلوة لما بتخش تخسل موعين وتعمل الحاجات دي هي عايزة تشم راحة صابون ممكن بنزين عايزة تشم بنزين في ناس بتشم جاز في حاجات تبقى مش طابعية حاجات مش طابعية مش طابعية بس بيأكلوها دي بيأكلوها والله لا ما دي بيأكلوها آه 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 ممكن تاكل صابون آه ممكن ده ده لي تأثير بقى في خطورة ولا عادي خالص الجسم أصله فيه عشرين ألف جهاز بيعدي عليه الأكل قبل ما يخش لأي حتة أصلا آه تمام فالترى يعني معايا اتصال أستاذ عبداللطيف آه أهي يا أخدم عبداللطيف السلام عليكم بس اسمعني من التلفزيون بعد إذنك وقفل التلفزيون تمام يا فاني اسمعني من التلفزيون وقفل التلفزيون اتفضل معايا بس في المدام يا فانتم حامل مش فالرابع حضرتي آه تمام آه عندها استدراءة طائبة وحساسية جامدة ونفس بالعافية وجايب لها جهاز تنفس هل ذا يفيد الطفل ولا يتعبه آه طيب تمام بتاخد يعني موسعات للشعب الهوائية ولا ما بتاخدش أدوية لا فيش أي أدوية يعني هو الجهاز بس في البيب بتعمل لها جلسات جلسات حضرتي طيب يا نفسها تعابها بس برضو فيه يعني تعابها ما زال اللي هو هي تعابها بالتمرار لا هو هيفضل تعابها أستاذ هو هيفضل تعابها إغاية لما تولد هو دي حساسية حملة هتفضل معها إغاية الولادة فما فيش مانع خلص من الجهاز عادي طبيعي هو ده جهاز بخار وبعد كده لو تتركت إنها تاخد أدوية للحساسية وموسعات شعب هواقية تاخد برضو ما فيش مشكلة هو مهم يعني عادي يا دكتور ما يضرش يعني لا ما يضرش خالص وبالعكس ده مهم المهم إن الجنين الأكسوجين اللي بيوصله يبقى طبيعي طبعاً من تماماً دكتور شكراً العاف العاف فإحنا بالنسبة للأدوية الحاجات المتاحة الحاجات السهلة اللي ممكن للناس كلها تاخدها مجموعة المضطة الحيوية مثلاً في أي دور من أدوار البرد الفلونزة التهف الزور التهف المسانة التهف السادي أي التهف الجسم يعني المجموعة اللي هي علاقة مثلاً بالأموكس سلم اللي هي علاقة بالفلوموكس اللي هو أشهر دوا ممكن يتاخد اللي هو المتداول بين الناس وده آمن جداً على الحمل طب مجموعة المسكنات المسكنات مفيش منها قلق مفيش منها ضرر رغاية أول الشهر السابع بس بدرجاته بكميات وبرضو دايماً بنعزي دايماً نحن نبعد عن المسكنات الشديدة وناخد دايماً من الحاجات اللي لها علاقة بالبرستامول اللي هي زي البرامول البندول طيب مفهاش خطورة مفهاش خطورة حاجات كلها كويسة ومفيش فيها مشكلة بس أهم حاجة ما بقاش فيه حاجة مضاف لها كافاين الكافاين مادة قبضة للأوعية والدموية فالمادة القبضة للأوعية والدموية دي مع الفترات البعيدة لما العينها بتاخد فترة كبيرة من المسكنات بتبدأ تأثر على نمو الجنين وحجمه بتقلل من كمية الدم اللي واصله فبتبدأ تأثر على نموه وحجمه الحاجات المثلاً المأضوية المزمنة المأمراض المزمنة زي السكر والضغط اللي دايماً يعني أغلب المصريين عايشين بيهم بالنسبة للسكر طبعاً ما فيش حاجة اسمها برشام لازم تاخد إنسولين ففترة الحملة لازم يبقى كله إنسولين عشان السكر يبقى مظبوط وعشان نسبة الإنسولين في الدم نفسها اللي راحل البيبي تبقى سريمة تبقى جرعة سريمة طب لما اجتكلم عن أمراض الوراثية فعلاً ممكن لو السيدة عندها مرض مثلاً مزمن زي السكر مثلاً أو القلب ده ممكن ينتقل للجنين اه أي أمراض وصفية في الدنيا بتتنقل عشان بس نبقى واضحين الجنات الوراثية العامل الوراثي لكن ما ينفعش أتجنب إن هو المرض لا ما لسه العلم ما وصلش لهذه المرحلة طبعاً استحالة بس هي الوقاية خارج من العلاج المقصود مثلاً إن مريضة الضغط أو مريضة الحساسية وده غالباً بيصر والسكر طبعاً مريضة السكر في إيديها دايما إنها تسيطر على السكر بتاعها لسبب إن نسبة السكر لما بتعلى في الدم البنكرياس بتاع البيبي بيبدأ يفرز نسبة إنسولين عالية جداً عشان يحرق السكر جواه لأن السكر هو وصله شخصياً كتير تمام؟ نسبته عالية عنده فالبيبي بتولد إن هو عنده مشكلة في البنكرياس بتاعه إن هو بيبدأ يحصل في ضعف هوهن في فترة 9 شهور دي ينزل على حياة هو لسه ما شافش عنها حاجة خالص يبدأ يظهر للحياة والدنيا يبدأ البنكرياس يتعامل عادي الإفراط الشديد في استخدام في إفراز الإنسولين في الدم من البيبي وهو لما كان في الرحم ممكن يعرضه بعكية إن هو يجيله سكر فدي من الحاجات المهمة جداً إن هي في فترة الحمل لازم سكر هيتزبط مهمة جداً الحاجات الثانية هي ملايش يد فيها اللي هي العوامل اللي هي علاقة بالجنات الورصية زي أمراض القلب مثلاً أمراض الدم أمراض المناعة الحاجات دي كلها ليه علاقة بالجنات الورصية ودي غالباً لو تورست مش هيبقى للأسف ليه علاج غير نفس العلاج اللي الأم ماشي عليه تمام أنا معتصلة للفوني من مريم من كفر الشيخ تفضلي وأستاذة مريم أهلا وسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتك يا فن متفضلي أهلا وسهلا بحضرتك يا فن متفضلي مع حضرتك الدكتور تفضلي دكتور أنا أنا بعندي ثورة 23 سنة تمام بحملت حمل عنقود مرة فيه ماشي طب إيه الحل يعني أنا بقى لسه أنا دلوقتي ما حبرت باخد موانئ للحمل وكف والله هو الحل أنت ماشي عليه أنت تعودي فترة تمشي على موانئ حمل عشان تقللي شوية الهرمونات بتاعت التبويض وهرمونات اللي ليه علاقة بالأنوسة جواكي عشان الحمل لما يحصل بعد كده ما يحصلش فيه حمل عنقودي بس هو الحقيقة ما فيش حل جزري للموضوع هو الحل التجزري أنا حدقت مرة ثانية دكتور وكت قبل كده عملت تحليل تغازين موبيض لقيته 2% 2 من 10 أصدق ايه 2 من 10 أصدق اه تمام طيب إيه فترة طيب فترة بقى التبويض بتاعتك أخبارها ايه يعني عملت سونار ساعة التبويض فترة التبويض عشان بتعرف الموبيض أخباره ايه تمام حلوة ما فيش تكيوسات يعني ما فيش اي حاجة ما فيش اي حاجة من منع الحمل يعني الحمد لك منه تمام طيب تمام كويس انت المطلوب المطلوب منك الفترة دي كلها هتعملي تحليل كده تمشي عليه والتحليل ده ليه هو الرقم ايه بالظبط برافو عليك بالظبط برافو عليك انا عملت وبيطلع يعني قل من خمسة كويس تمام فترة الحمل بقى بتاعتك في فترة الحمل الأولانية في أول ثلاث شهور هنمشي على برشام زي وسيلة منع الحمل كده بالظبط ده بيهدي شوية الهرمون بتاع الحمل هو انت مشكلتك هيبقى ايه؟ مشكلتك ان الحمل لما بيحصل هرمون الحمل بيعلى جامد لدرجة ان بيعمل حاجة اسمها حويصلات جوه الرحم فيبقى محمل متعدد زي اللي بتحمل فعاية الواثنين وثلاثة لأ انت بقى فيه جوك مثلا عشرة خمستاشر كيس فده اللي هو الحمل الأنقودي ده محتاج أول ثلاث شهور تمشي على برشام ليه علاقة حاجة اسمها مثبتات للحمل يعني بيهدي شوية هرمون الحمل جوه الدم وهو ده علاجك الوحيد ماشي اشكرك على اتصالك يا اسمها ماريلا طيب ما نعايز اعرف السن المناسب للحمل المفروض يكون من سنك ولا مفيش سن محدد مش مسألت مفيش سن هو اولا خلاص بمبداية الست ما ده يبدأ تبلغ خلاص ممكن تحمل مفيش مشكلة خلاص هي الفكرة بقى في اللي بعد كده السن بقى المتأخر ايه هو السن الوحش اللي ممكن نبقى نحمل فيه ونبقى معرضين اكتر لاخطار من بعد سن ال 35 سنة يبدأ التغيرات الجينية جوه الجسم تبقى كتير شوية فيبقى نسبة التشوهات جوه الجسم بدل ما هي عادية ممكن تصل ال 30% في الجنيه فزيد نسبة التشوهات في الجنيه يعني ما يفضلش الحمل بعد 35 سنة يفضل كده الافضل يبقى افضل قبل 35 وبعد 35 نبقى خلاص نستخدم الوسيلة اللي تمنعنا عن الحمل وده افضل يعني طيب دايما برضو بنلاقي ان البنات او ستات بعد ما بيتجوزوا وبتأخر الحمل بيبقوا قلقانين جدا وعايزين يعرفوا يعني سبب التأخير ايه هل في سبب معين ولا ممكن يختلف السبب من شخص الاخر شوفي اولا حضرتك حاجة هو تأخير الحمل اولا ده التأخير ده لي قسمين القسم الاولاني هو حاجة اسمها تأخير اولي القسم التاني هو تأخير سانوي كويس كده التأخير الاولي ده ده ليه علاقة بايه ده ليه علاقة بهرمونات ليها علاقة بتكوين المبيض وتخليقه الطبيعي هل هو طبيعي كويس بيفرس هرمونات انسوية طبيعية ولا هو مش طبيعي وفي مشكلة او ضعف او عجز او كسل على المبيض ده اللي هو التأخيري الأولي طيب ده سببه المبيض بس لأ سببه كمان عامل تاني مشترك بين المبيض والرحم هو اسمها الأنابيب اللي هي الوصلة اللي بين الأنبوب بين المبيض والأنبوب الوصلة دي مهم جداً إنها تبقى سلكة ومشيها والأهداب اللي فيها الأهداب دي ربنا خليها عايزي يعني إيه أهداب أهداب دي يعني سواء وبيع كدر فياعة صغيرة فوق وتحت في الأنبوبة دي ربنا خليها عشان تمسك البيضة وتمشيها جوه الأنبوبة يغاية لما يحصل لها تلقيح وبعكية تزوقها توصلها جوه الرحم لازم دي تبقى ماشية كويس سلكة كويسة 100% ده بالنسبة للزوجة بالنسبة للزوج طبعا هو تحقيق السأل المنوي أو تأخر في السأل المنوي عنده مشكلة في السأل المنوي بتاعه العدد بتاعه فيه مشكلة أو لقدر الله فيه نسبة لزوجة جديدة جدا أو فيه نسبة تأخر في الحركة جديدة جدا ده بالنسبة للزوج ده التأخر اللي هو الأولي يعني إيه تأخر أولي؟ يعني واحدة من ساعة ما حيومت جوزت ما حملتش طب إيما أبدأ أسأل إن الحامل تأخر بعد الزواج تمامًا بالنسبة للكتب سنة سنة ما فيش حد بيعمل كده لوقتي خلاص قصة إن السنة دي هي كانت متروكة قبل كده لإن كان العلم شوية متأخر ما كانش لسه تطور قوي ووصل لمرحلة معاناة متعالي إن إحنا نبدأ ننجز ونسرع يعني في القصة فكان بيطرقه سنة على أساس إن تبقى العلاقة الزوجية مستمرة وإن يمكن يبقى فيه شوية أسباب في الأول ليها علاقة بالحالة النفسية ويمكن دي تتغير بعد السنة والكلام ده لأ ما بقاش حد يعمل كده دلوقتي خلاص دلوقتي يبقى معظم الناس أول ست شهور أو أول أربع شهور يعدوا مع واحدة ما حملتش تبدأ تتابع على طول المقصود بالمتابعة إيه بقى أول ست شهور من الجواز يعني إنها تبدأ تعرف أول خطوة في حياتها هي سليمة ولا لا المبيض سليم ولا في مشكلة عليه المبيض ده اللي هو ربنا خلقه اللي هو المبيض اللي مين والشمال دلوقتي على ما أعتقد إن هم بيروح يعملوا المتابعة والحاجات دي قبل الزواج اللي هو أنا بروح أشوفها في مشكلة مزبوط في دلوقتي التحاليل اللي هي علاقة بالزوج والزوجة اللي بتتعامل دلوقتي اللي أقرت بها الوزارة الأوقاف تقريبا ووزارة الصحة إن لازم الزوج والزوجة يبوا عارفين حياتهم مشي بعد كده إزاي بس فعلياً الكلام ده علمياً مش مظبوط قوي لأن جزء كبير جداً طبقة كبيرة جداً من الستات بيبقى عندهم كسر على المبيض وعندهم تأخر في التبويض وعندها لغبطة في حياتها في الدورة بتاعتها قبل ما تتجوز ومجرد ما تتجوز حياتها كلها تزبط مبيضة هيرجع طبيعية تانية الهرمونات بتتغير بالزبط كده دورتها ترجع طبيعية وبعد الشهرينت لها حملت آه ده حييل كويس كده فعشان كده التحيل دي مش وقعية أو هو الأوقع أكتر بعد التجربة ونعدي مثلاً أربعة ستة شهور آه نشوف نتابع بقى طب ويت بقى ونشوف أخباره إيه أنا بيبو نشوف أخبارها إيه الزوج يعمل تحيل سائل ماني ونشوف أخباره إيه تمام أنا معتصال من علي من إينا تفضل يا أستاذ علي السلام عليكم الممكن أن تقول الدكتور تفضل يا فن حضرتك دكتور أنا كان معاي مراتي جعات السنة متأخر في الحال تمام لأه دا معلش معاي مراتي متأخر جعات السنة في اللي متأخر يعني آه إيه اخذت من الشطات والحمد لله ربنا رزقنا بولد يعني الولد للوقت لي سنة هي بتربع فأنا حابب ويحب أن يحصل حمل تاني أثناء الرضاعة لا لازم تفطم مفيش أثناء الرضاعة ماينفعش لازم تفطم آه لازم تفطم حضرتك أنا بطلنا برشام الحمل كان بتاخد وسيلة بطلنا ورده ولينا سبت وشور طلقي مفيش حمل ما هو لازم حضرتك تفطم عشان ما بيد يرجع يشتغل تاني طبيعي وغالبا هترجع تاخد منشطات تاني ممم لا شكرا عشان هي كانت أصلا بالزبط كده لأن هرمون الراحل هرمون الحمل هرمون اللابن لكن أنا بشوف ستب بيحمله عاد هما بيرضع ما هو كويس ما أبصي الطب مش مش قبيبست الطب مش هو ده هو ده ما ولو هو ده هو ده ما كناش نحن اشتغلنا ده كترة ما ناس كلها كتعرفت كل حاجة البشر مش شبه بعض حتى صعوب إيدك مش شبه بعض فاللي بتحمل وهي بتردع دي هي أصلا كويسة جدا هي ممتازة هتحمل من الهوى فبمجرد أنها بدأت يبدأ هرمونات الطبويض ترجع منها نسبة بسيطة هتلقوا تحمل على طول بس الغالبية العظمة بيحملوش هما بيرضعوا عشان هرمون اللابن ليه علاقة بأنه يوقف هرمون المبيض أو الهرمون الأنسوي من الشغل عشان كده الستات بيرضعوا نظيف زي ما بيقولوا البعض يعني هي بتردع نظيف يعني بتنزلش عليها دورة طول فترة الرضاعة لهم السنة ونص أو السنتين دول بس برضو بسمع أحيانا كده أن اللي مش بتجيله الحيض أثناء فترة الرضاعة من الممكن برضو أن هو هي مش لازم تجيلها أصلا بالعكس أولا مش لازم تجيلها من الأساس هرمون اللابن لوحده بيمنع نزول الحيض تمام كويس كده لكن مش بيمنع نهاية تحمل بالضبط كده ليه لأن في تفاوت ممكن بين الهرمون ده أنها رضاعتها مثلا شوية تبقى ضعيفة بمجرد ما رضاعتها تضعف ده معناها أن هرمون بصي هو واحد فيهم بياخد يعني السبت لما بتقول بردع على نظافة فبتأجل أن هي تاخده الوسيلة لأنها بتردع على نظيف فمش هتحمل مفيش كده ده غلط جدا غلط كبير جدا جدا لأنها ممكن تحمل وهي بتردع على نظيف ليه لأنه زي ما بقوله حرة كده هرمون اللبن اللي هو اسم البرولاكتين ده مش شرط أنه هو يبقى 100% فوق هو زيه زي مثلا هو والهرمون بتاعه المبيض والطبويد هما الاثنين أعداء مش أصدقاء طول ما ده راكب وغالب اللي هو هرمون اللبن ده نايم وقاعد في الضرة ساكت بمجرد ما ده يخفل شوية ده هيبدأ يعلى الواحده على طول فيخفل شوية يعني إيه؟ يعني ممكن شوية أكل وشرب نقل منهم ممكن تجيلها أي ظروف مثلا ما تجيلها حالة نفسية تتعب تكتأب تقعد مثلا 3-4-5 تيام ما بتاكلش كويس بمجرد ما جسمها هيبدأ الغذاء بتاعه يقل شوية هرمون اللبن هيقل شوية يوم هرمون التبويض لوحدهب عالي وتحمل عشان كده فترة الرضاعة ضروري ناخد برشان من الحمل أو نركب وسيلة زي اللوب لكن ده ملوش أي أضرار لأي وسيلة هي الوسيلة بتاكلها الحمل أصلا المعمولة فترة الرضاعة معمولة أصلا عشان الرضاعة بتزود هرمون الرضاعة آه تمام فبتدي فورصة أكتر للرضاعة أنا عايز أعرف الأول إيه هو الحمل العنقودي ما هو زي ما أنا قلت لها كده بالظبط بس أخذ اللي تصلت معي أو نشوف اللي صلت معانا معانا توقى من المينية تفضلي يا سيدة توقى طاعة وصص طاعة من المينية تفضلي يا سيدة توقى أهل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهل محضرتك كيف أني بتفضل أعلن بيك وأعلن بالدكتور أعلن بحضرتك أهل محضرتك أهل عند المدان كانت حامل سقطت خمس مرورة خمس مرورة تمام في الأشور الكام بس أو ساستها في الشهر الكام والشهر الكام دائما في الشهر الثالث في الشهر الثالث كان بيكون جنين بيهزر جنين جوه كيس ولا كان بيبقى كيس فاضي لا بيهزر جنين ويبقى فيه نبض وبعد يوقف النبض تمام إيه العلاج اللي أخذته أخذت أسكلوفيرا أخذته لمدة ثلاث سوء ماشي مش مفيد لحالتها بس إيه غير كده خدت إيه السيولة؟ دكتورة عليك ده عندها مقروف قرابي أو حاجة زي كده آه لا وخدت من أجلهم منزلش النسبة برضه بتاعته زي دعا كده دايما في الشهر الثالث آآ تساق تمام لأ خدت إيه أدوية سيولة؟ خدت حقا من سيولة طيب بتاخد تركيز كام وهي وزنها كام؟ هي وزنها ثلاثة وزنها وزنها الواسل طيب وكانت بتاخد تركيز كام؟ اللي هو الألفين ولا الأربعة تلاف ولا الست تلاف ولا التمام تلاف؟ أربعة تلاف طيب بتاخد إيه غير أدوية السيولة؟ بتاخد حاجة للكورتزون؟ آآ كانت خدت لأ الكورتزون ما خدتش حاجة للكورتزون طيب تمام شوف هقول حضرتك حاجة أولا جرعة الكليكسان اللي هي بتاخدها أدوية السيولة لتحت الجلد الجرعة الضاعف لو هتاخد أربعة الأربعة تلاف يعني الأربعين تاخدها صبح وبالليل كويس؟ وتاخد إقراس اسمها هستا كورتيل اللي هي بتاعت الكورتزون تركيزها خمسة ميلي جرام تاخد منها صبح وبالليل كمان فترة الحملة الأولينية أول ثلاث شهور أهم حاجة تمشي على سوايا الماء كتير شوف أقول لحضرتك حاجة هي مشكلة المدام حاجة اسمها أجسام مضادة ومناعة ده اسمه الإجهاض المتكرر عمر الفيروس اللي حضرتك خدت له علاج ده اللي هو الأسايكلوفير ده اللي هو الفيروس عمره ما هيتعالج مهما حللت هيطلع موجب عمره ما هيتطلع سالب وده أصلا ثابت عند أي بنا قدم في الدنيا سواء راجل أو ست فنسبة الفيروس دي عمرها ما هتقل عشان كده حضرتك مهما حللت عمرك ما هتلاقي الفيروس سالب عشان كده الأسايكلوفير ده مش مفيد تمام فلازم تاخد حاجة مضادة للمناعة اللي هي زي الكورتيزون تاخد جرعات كويسة صبح وبالليل والكليكسان اللي هي أدوية السيولة اللي هي الحقن اللي تحت الجلد تاخدها صبح وبالليل تحت الجلد هو دي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن الحمل يكمل فيها وعايز أقول لحدك للأسف إن الكلام ده هيفضل مستمر لغاية لما تولد يعني مش أول ثلاث شهور بس يعني ممكن في أي شهر بعد كده شكراً على اتصالك يا وصاص طه دكتور محمد عاطف عبد الحفيز استشاري النساء والولادة والعكم وجراحة المناظير مركز الصفة أرقام التليفون هتلاقوها موجودة أسفل الشاشة طيب أنا كنت سألت حضرتك وعايز أعرف إيه هو الحمل العنقودي وإيه هي مشاكل وبيجي إزاي تمام شوفي هرمون الحمل ده لنسبة معينة بيبدأ يعلى بها الفترة الأولانية اللي هي غاية نقدر نقول من 4 إلى 5 أسابيع هرمون الحمل بيبقى جوة الدم من 1000 ونص لألفين ونص الفترة دي ممكن يحصل فيها ريدابليكيشن يعني إيه ريدابليكيشن؟ يعني تكرار مزمن أو متكرر جداً لهرمون الحمل وده بيرجع لإيه؟ بيرجع لأن البوايضة اللي حصل فيها انفجار فقبل ما يحصل حمل في فترة التبويض البوايضة دي كانت نشطة جداً زيادة عن اللزوم خرجت هرمون حمل عالي جداً 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 فحصل حملة بس مش حملة واحد كتير بقى جداً ده هو بنقول عليه طوام طب هو لا مش طوام دول من 8 إلى 10 كياس جوه الرحم أو الحمل بيكملش طب أنا بسمع برضو إن في حالات نادرة بتحصل يعني بتنجب 8 أو 6 كويس جميل ده بقى ما بيبقاش حملة عنقودة مكتمل ما بيبقى حملة عنقودة جزء يعني ايه حملة عنقودة جزء يعني كيس أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 جوه الرحم بدأوا يكبروا نموه عادي وحواليهم 5 6 7 8 كياس مش هيكبروا كويس؟ خطر جداً 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 متهالك 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 تماماً جسد متهالك تماماً بالنسبة للأم رحم متهالك حضرتك واحد بيصرف على عيل بدل ما يصرف على عشر عيال هي كده بالضبط جوه زي بره عشان تبي يفهمة يعني فاللي بيصرف جوه ده هيتعب هيتعب ويجيب آخره لحيانه بتبقى صفقة بدل ما كل شوية ماشي صفقة بس الصفقة دي على حساب الأم على حساب جسمها كله فكون إنه يكتمل للآخر ده بتبقى من الحاجات النوادر قوي شوف إحنا إغاية الكوادربلت اللي هو الرباعي اللي هو أربع أجنة جوه الرحم ده نقدر نقول إنه حاملة عادي وممكن نمشي معها إغاية السابع أول الثامن وتولد لأن التساع الرحم مش هيعرف ياخد أكثر من كده بعيداً عن إن الأجسام بتاعتهم أصلاً أحجامها هتمزل قليلة لأنه هو المساحة اللي هو بينمو فيها مش كبيرة ومخدش حقه طبعاً عمر ما يعرف ياخد حقه طب إيه اللي بيحصل بعد الولادة؟ اللي بعد الولادة بقى لا خلاص العيال دي الأطفال دي كلها ما بتنزل صغيرة ما هي بتنزل صغيرة حجماً ممكن تكون جزء منها مش مكتمل نمواً هم وحظهم ما بيتخلوا حضانة بقى ولا؟ أساسي أساسي الغالبية بيخش حضانة بيكملوا بقى المدة بتاعتهم بس الغالبية بالنسبة للأطفال دي بيبقى عندهم نوع من أنواع الضعف أو الضمور في الجسم فتلاقي البيبي من دول أو العائل من دول حتى لما بيكبر تلاقيه سفروت كده مش باين نموه بتاعه معدل نموه بتاعه ضعيف ليه؟ لأن ده راجع للبنية الأساسية اللي تولد بها وهو جوه الرحم فعشان كده ده مش حاجة واو أو هو ما خدش التغذية الكاملة بتاعته استحيل والأشهر بتاعته ما كانش مكتملة بالزبط كده عشان كده الستات اللي سعب بيجروا كتير جدا على أن هما يجيبوا توقم وثلاثة وعايزة تاخد حقم بتنشط المبت جامل جدا عشان تجيب عائل واثنين وثلاثة جواها مش حال وقوي الموضوع مش ظريف قوي أولا حضراتك لسه مدخلتش التجربة أي حاجة بتحسيها بتراحي منها شهرين بستعرف بقى في حد بيجري إن تجيب توقم ده كتير جدا جدا المستات تجي تقول لي طيب ما عليش أنا عايزة حقم هي تلايها كويسة جدا مفيش فيها مشكلة مجرد ما سيب الوسيلة مجرد ما تحمل يعني تقول لي لأ نستان عايزة حقم بقى لأ منشطة عشان أجيب توقم أنت ما تعرفيش لسه أنت دخل على إيه أنت الإحساس اللي هتحسيه دلوقتي اللي مفروض تحسيه في الثامن والتاسع زي مثلا واجعة الظهر والرجلين وعرق النساء والحوض بيوجحها وتخش الحمام كتير نفسها دايق عليها مش قادرة تتحرك ده المفروض تحسه في الثامن والتاسع هتلاقي بتحسه في الثامن والخامس فتخالي حضرتك بدل ما ربنا مديك فرصة أن أنت بس الإحساس ده تحسيه شهر أو يمكن أقل من شهر لأ أنت هتعاني منه تقريبا في حدود أربع أو خمس شهور فالموضوع مش سهل وبسيط كده ده أكيد طبعا إذا كان واحد بيطلع عنينا بالضبط كده معي يا إسلام من المنوفية تفضل يا أستاذ إسلام السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل تفضل معيك دكتور حضرتك أنا مديهز بقالي سنتين تمام فحصل حملة مرتين اثنين والحملة ده بيجي على الاربانيوم ويحصل إشهر كيس فاضي يعني يا أستاذ إسلام نعم كيس فاضي كيس حملة فاضي وينزل أيوة هو يذهب في الشهر فاضي مظبوط ماشي تمام حضرتك وبعدين عملنا امتبع مع المبايد طلع مبايد ضعيفة فالدكتور مشاء العلاج مظبوط ويقال هنزرع مبايد يعني طلع مبايد تانية ماشي طلع دي المبايد ضعيفة برضو طيب تمام ماشية على العلاج وحامل التاني برضو على الاربانيوم وحصل إشهر طيب هو كل مرة برضو كل مرة للأسف هيحصل نفس المشكلة لأن البوايدة اللي بتخرج بوايدة غير مكتملة النمو اللي بيحصل عليها حمل عشان كده بتطلع بوايدة ضعيفة كسلانة كويس فهي المدام أصلا عندها الوقت يكسل على المبيض عشان كده كان بتاخد منشطات طيب المبيض بيستجيب أو ما يستجيبش ده بالتجربة حضرتك بتقول جربت والمبيض ما استجبش والبوايدات طلعت زغيرة برضو بعد المنشط مظبوط كده طيب يبقى حضرتك كده محتاج تعمل حاجة اسمها عملية منزار عملية منزار من البطن عملية المنزار دي مسؤولة عن حاجة اسمها إزابة الدهون أو التكييسات اللي على المبيض بنعمل حاجة اسمها تسقيب تسقيب للمبيض يعني بنلسعه كده وبندوب فيه شوية الدهون وشوية التكييسات اللي هي المكان بتاعت الحواصلات المتكيسة على المبيض وده بيدي نشاط مفرد جدا للمبيض في خلال أول ستة شهور بعد العملية برضو المدام هتاخد مناشط برشام وحوام بعد ما تعمل لعملية المنزار بس الأول تعمل المنزار طيب عندك أسئلة تانية يا سيد اسلام للدكتور لا تمام شكرا شكرا دكتور برضا أنا كنت عايزة أسأل عن الإجهاد المتكرر سببه إيه؟ تمام شوفي الإجهاد ده أنواع فيه إجهاد متكرر زي ما حريك بتقولي كده وفيه إجهاد متقطع غير متكرر الإجهاد المتقطع غير متكرر ده أسبابه بسيطة وسهلة العلاج وهو عبارة عن إيه؟ الأول تعريفه بس لا بس أنا أفهم علش أنا عارفة الإجهاد المتكرر اللي هي كل مرة بتحمل كويس تمام عمل إيه هو الإجهاد المتقطع بقى؟ أي والمتقطع ده إيه؟ ما أنا أقول له تعريفه بقى إيه؟ إن السيدة تحمل وتحمل حمل مكتمل وكويس وزي الفول خلاص ولدت كده سنة وسنتين فكرت تحمل تاني سقاطت 6-7 شهور حملت كمل سنة سنتين حملت سقاطت تمام كده؟ يبقى فيه بينه وبين الحمل والإجهاد حمل مكتمل في النص ده اسمه الإجهاد المتقطع والإجهاد المتقطع ده الغالبية العظمة بالنسبة لأسبابه بترجع لوجود حاجات بكترية أو فيروسية أو أميبية جوة الجسم أمراض كويس اللي هو زي عدوى القطط مثلا معروف جدا عدوى القطط بين الستات حاجة اسمها الزفارة أو الهويرس يعني عدوى القطط دي حقيقي؟ آه هي اسمها عدوى القطط هي اسمها كده إنها مليش عقل القطط أيها هي بقى؟ أصلا هي مليش علاقة بالقطط ده 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 اسمه توكسو بلازمة هو توكسو بلازمة ده هو تواجد إنه هو ممكن ينتقل من القطط للناس كويس كده بس هو توكسو بلازمة ده جواي وجوا حضرتك وجوا أي حد أصلا لكن لو حللنا هو موجود جوا القطط برضو هو لو حللنا لأي حد هنلاقيه تمام؟ بس هو أول معرفة بيه ظهوره فين كان في القطط إنه بين المرض التوكسو بلازمة ده للناس للبشر فعشان كما سموها عدوى القطط بس مش بالشرط والأحتمان هو نقلك أنت القطط نقلك العدوى خالص هي لها علاقة بالمناعة بتاعت الجسم بتقل في فترة الحمل فالميكروب ده بيظهر جامت في فترة الحمل فيسقط بس إجهاض غير متكرر النقطة دي مهمة جدا تمام لأن الأستاذ اللي كان إسا بيتكلم من شوية لأنه هو عدوى القطط ماشي لا كان بيكلم حاجة اسمها أسايكلوفير أسايكلوفير اللي هو بيقوله عدوى اللي بيقوله ده مضاد للفيروس الفيروس ده كويس حاجة اسمها CMV اللي هو فيروس الكورات الكبير ده فيروس برضو ده CMV دي زي جوانة زي وزي الحصبة الألمانية لو حللناها هنلاقيها احنا واخدين تطعيمات وللحمة وللحاجات اللي احنا واخدين لها تطعيمات والدرن والكلام ده كله احنا واخدين له تطعيمات فدي هللاقيها إجباري جوانة دي ربنا خليها جوانة بس في فترة التلات شهر الأولين سعبت إلي المناعة جامت فالفيروس ده بيعل جامت بس برضو هكرر تاني ده اسمه إجهاض ايه؟ متقطع متقطع ايه عشان الناس ما يطلق بطش عشان كان له السيد اللي بقاله كتير بقاله سنتين بسقطت خمس ست مرات ومشي على سايكلوفير وبيحلل بول الفيروس لسه عالي ومنزلش ما هو مش هينزل لأن اللي هو بيحلله ده أصلا الفيروس اللي جوه الدم اللي هو لازم يطلع إجابي إجباري سواء هي حامل أو مش حامل أو هو شخصيا حلله هيطلع إجابي عشان كده العدوى الإجهاض المتقطع ده علاجه بسيط مرة سقطت ومرة لأ مرة سقطت ومرة لأ خلاص بنحلل نشوف أي فيروس فيهم موجود الفيروس الكبير أو العدوى القطط أو اللي حاجة اسمها الزفار اللي في الدم أي أن كان إيه اللي موجود أو الروبيلا اللي هي الحصبة نشوف أخبارها إيه طب كويسة هنعالج الموجود نعالجه وندي فترة ثلاث شهور وبعكية تحمل هتحمل وخلاص مش هتسقط المتكرر بقى وهي المصيبة الكبرى زي الأستاذ وزي اللي بتسقط خمس مرات طيب الأولاني الأستاذ هم فصروا علشان أنت بيفهموا هو اتنين هو حاجتين الأولاني كروموزومال اللي هو اللي علاقة بالكروموزومات والتاني حاجة اسمها إيميوني الإيميون ده اللي هو اللي علاقة بالهرمونات بتاعة الجسم أو المناعة بتاعة الجسم في فترة الحمل طيب الكروموزومال ده اللي هو اللي علاقة بالكروموزومات اللي هو الكيس يكبر ومايتخلقش جواه جنين وينزل وده ممكن يتكرر كزا مرة وربعض ده ليه علاقة بإيه بقى؟ ده ليه علاقة برحمة ربنا ده ممكن اللي بنسميه الحمل الكاذب أيوة بالضبط اللي الناس بيقولوا عليه الحمل الكاذب وهمش حاسبها حمل كاذب بس هو يقصده بإيه حمل كاذب إن الكيس كبر مفيش جوه جنيه بقى كيس فاضي ده ليه علاقة برحمة ربنا لازم تبقي موقنا دي 100% ليه بقى؟ لأن الجنيه اللي كان هيكون ده مشوه فعشان كده ما تكونش الجينات الوراسية موتته اللي جوه كان بيكون مشوه فما تخلقش فبقى كيس فاضي كويس؟ طيب ده نوع من أنواع السقط اللي ممكن يبقى متكرر لو فيه صلة أرابة بين الناس زي ما كنا بنتكلم قبل ما أخش البرنامج إن صلة أرابة ممكن لها علاقة بالكرومزومات والجينات الوراسية لا ده ده سؤالتين كنت أسأله لحضرتك بقى اللي نعايز أعرف اللي بيموته في سنه صغيرة دايما يعني مش لازم يبقى حم إجهاد متكرر أو متقطع لا ده ممكن تحمل وتولد عادي ولكن في سنه معينة للطفل بيموت دي أنا عارفة حالة من الحالة ماشي كويس بس إحنا زي ما قولنا برضو إن ده ملوش علاقة بينا بالتخليق بتاع الجنين جوه الجسم إلا إذا زي ما قلت لحضرتك كده حاجتين الحاجة الأولانية الأمراض اللي هي علاقة بالأمراض الدم والمناعة ده أمراض راسية ممكن ما تظهرش غير بعد شوية زي مثلا حمى البحر لابد المتوسط زي مثلا أنيميا الفول الحاجات اللي هي علاقة بأمراض الدم أو اللوكيميا ده بتبقى عند الأم ولا عند الجنين؟ أه بتبقى عند الأم وتتنقل للجنين وبتتنقل للجنين؟ بتتنقل للجنين في فترة الحمل ودي ممكن ما يكتفاش غير متأخر كويس كده؟ فممكن يموت بسببها ودي ممكن تبقى مزمنة طيب الحاجة الثانية بقى الحاجة اللي هي علاقة بالأمراض ده ممكن تكونوا عند الأم والأم مش عارفة طبقه أه أصلا لا 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 ماينفعش أو اللي هو البيب مات ليه ما هو بدأ مات عشان حصل له مشاكل في الجسم ليه علاقة بالمرض لا 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 هي الأمة أكيد لازم تبع عارفة أنه عندها حاجة من الحاجات دي أو ممكن يبقى عندها حاجة في الجينات الوراثية بس مش منها هي من الجد أو الجد أو الأب أو الأم وهي شايلة حاجة اسمها الجيل الثالث والرابع اللي هو سكيب جينيريشن اللي هو ممكن الأب والأم يبقوا سلام العم والخلايا يبقوا سلام بس الجد والجد ده كان عندهم مرض وراث اتنقلها هي هي بس في الجينات الأوراسية بتاعت فيه ممكن ما تبقاش عارفة الحاجة التانية Lu Mansion امراض القلب من الحاجات اللي ممكن ما تظهرش سوق بالقلب ممكن ما يظهرش بعد الولادة على طول ممكن يقعد فترة ويظهر ويظهر بعد شوية وحاجات تانية اللي هي علاقة بأمراض القلب بالجينات الأوراسية أو اللي هي علاقة بتكوين القلب نفسه فيه شوية متلزمات كده موجودة ممكن تظهر بعد فترة من الولادة وممكن تقدي بحياة الطفل في الآخر ما يكملش أنا معي بس رحمة وهرجع أكمل لحضرتك على نفس الإجهاض المتكرر ده رحمة من إسكندرية تفضلي يا أستاذها رحمة السلام عليكم وعليكم السلام والحمد لله وبركاته تفضلي فاني بقول لحضرتك أنا متجوزة من 11 سنة وحصل مرتين حملت أول الجواز ونزل وبعد كده رجعت ما حصلش حمبيتين عادت خمسين محصلش ورجعت عملت حقم مجهري وما حصلش نصير وعدته تاني في 2020 الحمد لله حالين أنا حامل تمام تمام مبرو فالدكتور أنا أول التاسعة خمس يام في التاسعة آه كويس فالدكتور بيقول لي لازم تولد المفروض أولد بكرة بيقول لي لازم تولد عشان البطنك فيها زلال وفي حاجة في البطنك ما زلال في البطن لا فيش حاجة ما زلال في البطن ضغط كام زلال كان آخر مرة 130 على 80 طيب ضغط كويس كده مش عالي طيب كويس فيه سكر لأ بس بيقول لي وزن العيل اثنين كيلو ونوش كويس بس كده مش كبير مستعجلة على ولادة ليه هو الدكتور اللي قال يازم تولدي بكرة لأ بص المفروض أنا راحة بكرة شوفي حضرتك هو الدكتور عايزي ولدك على ستة وتلاتين أسبوع ستة وتلاتين أسبوع ده اللي هو المفروض كده خلاص عادتي أسبوع في التاسعة تولدي ده في الأمان هو عايز ياخد العيل ده يخرج به من بطنك سليم معافى كويس عشان نبقى حامله ويخلصنا منه كويس كده كويس حركة البيبي بس خمس تيين في التاسعة يعني الحمد لله تبقى برضو الجنين إن شاء الله ينزل كويس لا 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 ما هو ده اللي أنا هقولك عليه قوليلي بس حركة البيبي كويسة آه الحمد لله تمام في ماء أو دم بنزله عليكي لا لا كويس أما المستعجل لي على أولاد ازبري شوية ما رب شوية روح تراخر أول التاسعة قال لي لازم تولده خلال اللي هو خلال كم يوم دولة أول دي يعني بكرة شوف يا هو الدكتور بتاعك دكتور حريص ودكتور بيتقرب بنا وخايف إن الجنين ده يحصل له أي مضاعفات في الفترة اللي جاية دي كويس كده بس أنت ماشي في الأمان ليه الواحد ما يقلقش ما عنديش أي أعراض هو اللي قال لازم تولده وده فعياني برافو عليكي لا لا استأذني الدكتور نكتأجلي على الأقل لتلات أيام نبقى على الأقل لتنمينة ستة وتتراتين أسبوع بالزبط بس وبعد كده ممكن نولد اتنين كيلو ونص ده مش وزن وحش بس أستاذ أنت بفهم أن اتنين كيلو ونص دول مش وزن كامل لأن اتنين ونص دول لما ينزل هيبقى أقل من كده تمام أشكرك يا أستاذ رحمة على اتصالك طب هي مش ممكن تولد والطفل يكمل باقي الشهور بتاعتك في حضانها وبالأيام بتاعتك هو مش شهور أولا هو كله لا 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 خالص لا 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 من العاشة على القصة دي خالص فيش الكلام ده أصلا ممكن ينزل ويخش الحضانة ما يعيش آه عادي إن شاء الله ربنا تنملك بس هي تصبر شوية أنا عايزة بقى نصيحة للإجهاض المتكرر والإجهاض المتقطع عايزة نصيحة كده لإن إحنا حلقتنا خلاص تعتبر انتهت طيب إلا بهذا المتكرر ماشي إلا بهذا المتكرر بنسبة 90-95% من المشاكل الإجهاض المتكرر اللي هي عراقة بأمراض الدم والمناعة وليها علاقة بإن الدم بيوصلش كويس للجنين فالسترس أو نركز جامل زي ما نقولت اللي قصص كده على التليفون إن إحنا ناخد الحقن لتحت الجلد اللي هي الكليكسان دي حقن السيولة ومش غير الكليكسان لإن في بداية الكتير حاجة اسمها إينا وهيب وكالهيبارين والإدنين دول ما بيصغلوش أصلا للرحم فيب هي الكليكسان بجرعات تتناسب مع الوزن فيه تركيز 20 وتركيز 40-20 ألف و40 ألف و60 ألف و80 ألف التالي 4 تركيزات دول ما لهمش علاقة بإن نسبة الحقنة أكبر من الحقنة التانية فهمها؟ يعني مش العشرين اللي أحسن منها اللي أتبعين لا هي مش أحسن هو الفرق في التركيز ده ليه علاقة بالوزن بتاع الجسم ومعدل الديستريبيوشن معزل توزيع الجسم تمام كده؟ فده لازم نركز فيه حقن سيولة إكباري الإجهاض المتكرر حقن سيولة طيب حاجة ليه علاقة بالمثبتات المناعة اللي هي حاجة اللي تقلل المناعة بتاعت الجسم زي الكورتيزون وده نتخد أول 3 شهور عكده يتمنع إنما حقن السيولة الأفضل نحن نفضل ماشيين عليها من أول الحمل لآخره لآخره عشان الجنين النبض ما يقفش فيه لأن الإجهاض المتكرر هو زهور جنين وزهور نبض وهوب النبض يقف في التاني والتالت ده بالنسبة للإجهاض المتكرر اللي هي علاقة بالنبض الإجهاض المتكرر اللي هي علاقة بالأسوز اللي كان بيتكلم إن كيس فاضي وما بيكبرش وعلى 40 يوم وينزل واخد بالك من كلمة 40 يوم دي مهمة جدا لأنه هو فاهم وابيه ليه صح كده؟ شميعنا بقى ليه بقى شميعنا لأنه الكيس لما يكبر خالص وما ينزلش ونقعد بيه شهرين لأ ده نوع تاني من الإجهاض اللي أنا قلتلك عليه اللي هو ليه علاقة بالكروموزومات اللي هي تشوهات الجينية اللي هو الحمل الكازب إنما الحمل اللي يقعد 35 يوم و40 يوم وينزل ده ليه علاقة بهرمون الحمل نفسه الطبويد نفسه خارج كسلان فيه مشكلة في المبيض فمخرج بوايضة غير مكتملة النمو وحصل اطلقت حمل بالصدفة فمعرفتش الكمل أنا عايز أقول لحضرتك كامل اتصالات على كامل الأسئلة اللي موجودة عن نتابعة الحمل عايزين فعلا عشر حلقات أنا وقتلك الأب نهوش وبالأسف الحلقة انتهت آمل يولون اختمي الحمد لله فأنا مشكورة جدا دكتور محمد عطف عبد الحفيز استشاري النساء والولادة والعكم وجرحة المناظر ننورتنا النهار دي فان ديم وان شاء الله نبدأ في حلقات قادمة واشكركم مشاهدينا وإلى اللقاء آخر